وهي نكمل الثاني من المختبر الثاني اللي هو دراكس اني برقنانسي الانتي مالاريا كلوروكوين الاول دراك هو بالانتي مالاريا وهو دراك واحد بالمالاريا برقنانت عندها مالاريا بس راح نطيها كلوروكوين تمام ها هي اذا راح نقع لتبيه البراثيلاكس والسنسيتيف مالاريا سبشيز حلال برقنانسي وهالدراك المفاضل ايه اللي هون هو كلوروكوين نطي بس برقنانسي تمام نمان انتي اللي في المتر دراكس اللي هو براسيتامول كاتجوري بي و اي اذن هذا مصنف بي و ايه هذا البراثيتامول بيركسي بيركسي كان ايبو بروفين ايندو ميتاسين بي ان فارس ترايمستر يقول لها داني الكاتجوري بي راح يصير بالفارس ترايمستر والدي بالثارت ترايمستر لان البي هو ما بي ما بيرسك ادي لا بيرسك تمام لكن طيب الثارت ترايمستر الدكولوفين سوا كوتوبرافين كيتورورفلاك كيتورولاك والميفناميك اسد والنابراكسين سيليكوكسب ميلوكاكسيكوم والاسبيرين لدن الاسماء كليتهن هناك تقاري سي و دي ان ثلاثة ترايمستر هو على اغلب راح نساهم من يتذكرهم يعني انا احفظ انه يجي كشي رمزي حتى نقدر نذكرهم اذا انا كاتجوري سي و دي و نطيهن نطيهن بالثارت ترايمستر هذه سيو ما بيرسك تتوقع بروسيطا جلاديس ذان اذا را شما رح يثبط عن بروسيطا جلانديس ذان هذا ايوين كلثا جما في الكثير من البقرينسي لما انتطيهن خلال الكثير من البقرينسي يعني المراحل المتاخرة من البقرينسي ذان نشو وايش رح يسوان ما يتطيهن بكاوس اكتور بقسور اسم استمتالي رح تأخر الولادة لهذا اذا رح تسوى انتطيهن بل فيتال باكتوس ارتوريوسس تماما سوف تشوفت لما تطيه بالأخر من الحمل ما راح تسوي فتال دكتوس ارتريوساس و دي ليد ليبر و من نسبة كارديو فاسكولار دراكس ACE انهيبتر ARB فعلا الARB هم تنوع من انواع ACE انهيبتر تطيه نفس الشغل تقريبا هذا يعني راح نطيه فالكاتوگواري سي اما ال D ,鹿 seguro الكاتوگاري سي نطيه نوع المرة دي بها خطورة فلانو بها خطورة نحن نطيها بالثاردة تايم مستنف نطيها بالفرست بني نيتشال ان دي انهوها ما موجودة بالفرست اكثر شو موجودات بالفرست من الاي والبي والسي ازيان بني نيتشال اكسبوسار لتوان اي سي انهيبترز اسي تايل كولين انهيبترز مثليش مثل الانابريال او رتو انجوتنسين سيرتونmniej to receptor antagonist مثل الايزرزغرةane فمشوفين ضعر إذا الشخص العامل تعرضت للấyي انهيبترز مثل الانايهي او تعرضت الى الجوتينسين توري inscre inici erkم انطوقات المستوكوز اللي هو اه بثوسارتون لوسارتون الشراءة سيحدثها الثاني وباستطاع زاقار في الثانيويا سرواها او اخر statt اذا اخذت بني خلال الساكند والثالث راح يصر الطفل مالتها رسك فور فيتال هايبوتينشن ممكن يصر عند رينال فينار ممكن يصر عند اوليغو هيدرو امنيوز يعني قلة بالسائل السلوي ليدنك تو فيتال غروث ريستركشن وبالتالي راح يادى شنوما الى فيتال غروث ريستركشن جايد كونتراكتشورز ممكننا ما تصوي جايد كونتراكتشورز اوليغو بليجي يعني تلسج بالرأة وستالبارث اوريليوني تل داثي انا راح يادى الى مساء ولادة طفل ميت او اجهاض يعني قبل الولادة جنين ميت الكارديو فاسكولوري راكس بيتا بلوكارس نان سيلكت في بيتا 1 و بيتا 2 بلوكت احنا عندنا هزا البيتا بلوكارس احنا اخذنا هزا كاردو قلنا اول شي الACE وعند شنو عدي بيتا بلوكارس اللي هو اول واحد ان نسلفت في بيتا 1 و 2 بلوكت ما تلاش متل بروبرا نولول كاتوكوري اه سي بالفرست اكيد بالفرست رائمستر السي اما الدي راح يكون بالسكن والثارد رائمستر تمام السلكت في بيتا 1 بلوكت دي قلنا دائما تذكروا انو الاي والبي والسي اغلب شي صرا بالفرست والدي دائما تصير بالسكن والثارد اغلب شي هما تعني دي مرات تكون بالثارد يعني هي دائما سي قلنا الكاتوكوري دي sü قلنا وين فرست انو بيتا 1 بلوكت دي وين صارعها يسار بالساكن والثارد الكم وجه انا راح فضل اسمازه شنو أيه جهو اطينو Ag ولا هزا كاتوكوري دي والميتو برو لول زي عدنا نفس分 الاخبابة جهة كاتوكوري دي وانو من وسيsty chaseه بتا والفرس يعني اشتغل على البيتا وال覺得 أثنان وفي حاجة اثنان اخرى واثنها اثنان ثنانات كائتيه راح يثبط اليون فهذا شنو ممثليش مثل الكارفيدولول اللي هي كاتوغاري C Alcon, Cows, Fetal, Bradycardia كلها راح تساوي بناه طبعا الكاتوغاري D الكارفيدولول هو كاتوغاري C فهذا C وان راح يصير تذكره تعرفوه بال First Trimester في Alcon, Cows, Fetal, Bradycardia كلها ممكن تسببنا Fetal, Bradycardia بعد شنو راح تساوي بي Hypoglycemia ممكن تساوي Possible Fetal Growth Restriction تمام؟ إذا راح تساوي راديكارديو Hypoglycemia Fetal Growth Restriction تأخر بالنمو مال الجنين هذا كل الكاتوغاري C اللي هو كاتوغاري C اللي هو Nense Selective Beta Alpha One Blocked عدنا الاميودارون اميودارون FDA برجنانسي كاتوغاري D هذا هو الكاتوغاري D شد ONLY BE GIVEN DURING برجنانسي لازم نضطي بس خلال برجنانسي Well there are no alternatives بس لما ما عندي بدائل شت راح تساوي هذا الاميودارون ليش راح تساوي هذا الاميودارون بس لما ما عندي بدائل لأن الممكنه أن消ه برجنانسي و صحيح الفائدة مات راح تفوق المخاطر مات بس هو B مخاطر برجنانسي 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 فما نقاطيها بسم لما ما عنده بدائل اذلك أبطيها لأنه الكاتوغاري D و議 هي شنوه هو البيانفت او تو mysteries اما بالنسبة لل مثل دوبة كاتو قريبي هذا المثل دوبة هو شمي كاتو قريبي اما بالنسبة للكالسيوم كانال بلوكرس الكالسيوم وين جبين دونيق ذا فاستر راح يسوين فالانجال ديفارمائتس اذا لما نطيب الفاستر راح يسويا فالانجال ديفارمائتس تشوهات تمام بس لما نطيب السكند و اثرت راش راح يسويا راح يسويا فاتل جروس تريستكشن يعني تأخر بالنمو تمام او تقييد من المجنين نقل لك هذا الـ FDA Food Drug Administration برغنية C كل شنوه الـ C هذا هو الكاليسيوم نبدأ بحرف C هسا نجلل لسيلة زائد دوراتكس طبعا كل ذا الحجة عليها هسا هو الكارديو باسكور كل هن حجة عليها من الـ ACE بالحدثنا لسيلة زائد دوراتكس طبعا هي دوراتكس يعني شنو راح تطلع صوديون و راح تطلع اياها بوتاسيوم حتى شنوه حتى كل هن يطلع بليورين بيوانه يطلع بليورين راح تسوي هايبوناتريميا انخفاض بالصوديون و هايبوكاليميا ايه انخفاض بالبوتاسيوم و ثرومبوسايتوبينيا انخفاض بالثرومبوسايت تمام صفيحات راح تنخفضها كل هنخفاض بعشرون عدائتي ايه برغنية C category D وهذا ايه كاتوغاري D ايه زائد دوراتكس كاتوغاري D عدها خطورة بس الفوائد تتفوق الخطورة مغلقتها نجحة للكاربونيك انهايدريز انهيبيترز عندنا كاربونيك انهايدريز انهيبيترز مثليش مثل الاسيتازولامايد اسيتازولامايد اسيتازولامايد اللي هو كاتوغاري C شبه يسيق انه على دراسات على الحيوانات و قالوا انه هو سيف اامن بس هو المشكلة انه ما درسوا على الانسان لذلك انه ما متأكدين من يعني سيف مالتا مية بالمية اللوك دورتكس هماتين C هماتين على C يشتغل مثليش مثل الفيوراسامايد هماتين يشتغل على C البوتاسيوم سبارينج دورتكس هاي بيت دورتكس تذكروها من سبارينج يعني تحبس للبوتاسيوم ما تخليه يطلع مثليش مثل امالورايد وهو هذا كاتوغاري B والB هي نفس الشي ترى تقريبا لانه اثنائتهم يعني ما متأكدين من حمايتهم مية بالمية بس انه قرروا انه سيف نوعا ما نجل الادونوسين الادونوسين وهذا الأخير الاسوس ثوربت داينيترات ايزو ثوربت داينيترات والادونوسين سلولتهم انه تقريبا سي ذا firmly بالنس الي هن لايقنققق قين organised هم تراينيترات و الأدونوسين هو السي الستاتين سيجل لك هذا فود دراج كاتوغوري X ما انو قلنا احنا كاتوغوري X خلاص اذا هذا ما ينطو هذا افايدد دورينك برغنانسي لان هو الـ X يعني الخطر مات يفوق يفوق الفوائد ماته فهو ستعتين ستعتين بي افايدد دورينك برغنانسي كونجنتيال انواماليس هاف بي انربيتر لانه شفوا انه هو عنده تشوهات خلقية تمام من ياخذون هذي الكاتوغوري X اللي هو ستعتين ذلك ما يصير تاخذه الحامل هذا هو الستعتين ما بنسبة الـ Antithyroid Drax هذا الـ Antithyroid Drax مثل الكاربي مازول كاربي مازول بروفيل بروفيل ثايور يوراسيل اذا عندنا الكاربي مازول و البروفيل ثايوراسيل بروفيل P ثايور تي يوراسيل يو تمام بروفيل ثايوراسيل P تي يو بوتي دراكس سكرواز بلاسين تثنيات هذين راح يخترقها بلاسين توي عبر عن طريق قاد ميكاوس ممكن يسببا Fital Hypothyroid Hills طón الآن هي مرة عنده ثايوريد هذها مشاكل بثايرويد نتفرز سواء ثايرويد لم يكن يكون عندها ثايورثال فانا انطأت هذها الأدوية اللي هي الكاربي مازول و البروفيل الثايوراسيل ممكنNS يثبط قليلا الثايوردي اللي لفت essen عن straightforward لام فممكنها تعبر للجنين عن طريق البلاسنتا وهما ترشد تسوي بهايبوثيروديزم لأنه ما عندها هايبوثيروديزم وراحق لاش راح يصير به؟ راح يصير به هايبوثيروديزم in high doses هذا الBTU يقلك هو شويونه اقل انه يخترق البلاسنتا اقل من الثاني فقلك BTU is preferred for new cases as there is least transfer least transfer across البلاسنتا ما بالنسبة للGI دراكس عندنا الاميبرازول والرانيتيدين والميتوكولوبرامايد اول واحد هو الاميبرازول الاميبرازول هو design scene to be teratogenic اذا هذا الاميبرازول شافوا انه ما راح يسوينا تشوهات خلال الحمل but least in noun but least is noun when about other ppi during pregnancy تمام بس هو شين هو شافوا انه هو اقل انه هماتين يعرف حاول انه هذي الPPI during pregnancy ما تتشوهاتي هاي النوع من انواع التشوهات يعني نفس التيراتوجينك افكروا انه هذي هماتين ما راح يتصير during pregnancy تمام ما بالنسبة هذا الاميبرازول بالنسبة لجي اي دراك مثل المريضة هي حامل حتى جي اي مشكلة بالجي اي تي فانطيها الاميبرازول اما بالنسبة للرانيتيدين رانيتيدين هذا يعبر البلاسنت بترى احنا ما لا نستخدمه كروس البلاسنتا اولو the manufacture advices use should be avoid you دورة كبرينسي لذلك احنا لازم نتجنبه انه هو يعبر البلاسنتا هذا الرانيتيدين اما بالنسبة للميتوكولو برامايد اهوز بين اه اس춰جنيد تبريقنسي كاتوقاري b by the fda هذا شنوه راح تطيل دوري كبريقنسي اه هو كاتوقاري b by the fda اذا هو يا كاتوقاري هو B اليه نوعا ما تعتبر امنه وعادي قلك هو عاد تطيهي الناس الحوامل. هذا هو الميتكلوبرامايد. اذا راح نطيهم اومي برازول الميتكلوبرامايد. هذول اصحاب الجي اي دراكس. اذا عندهم جي اي تي مشكلة فنطيهم هذا النثين. اما الاران تدين ترا هو يعبر الولاس انت بالتال ما يصير. نازم نتجنبه خلال الحمل. اما الديرماتولوجيك ايجنت. الديرماتولوجيك يعني شو عن الجليتها يستخدموها فهي based on large population based follow up. ستيزقي لك topical corticosteroid. يعني راح تطيهم ايه topical موضعية corticosteroid are generally considered safe. اكيد اعمل. لان هي topical موضعية for use at any stage of release. بالتالي. لان هي تطيهم ايه للحوامل بأي مرحلة من الحمل. لان هي راح تتحقذ الموضعيات على الجلد. اما بالنسبة للرسبالاتها هي متلاش مثل سيدو فيدرين. اللي هو سيدا فيدرين ممكن ان يصير عدهم. شو يسمع. شما يسمع. اه نشقاق بالمعدة. تمام. ثقوى بالمعدة ممكن يصير عدهم بسبب هذا. سيدو فيدرين. تمام. قليلا قليلا الابدي ايبنجلياسي كاتقوري سي. ورغم انه هو شوية. اه شوية كاتقوري سي. يعني انه هو كاتقوري سي. بس ام غتي نشأح انه عاني رسك وممكن نسوي كغاستراشيسيسس وبالنسبة للوراتدين الوراتدين هاد همتين راح يسوي مشكلة وهي هي هايبو بديجيا يعني الهايبو سباديس ما ادريش اللي بنسمها هذي هايبو سباديس هاد همتين ممكن تسوي بالاحليل تمام يعني هاتين مشاكل راح تسويها بالاحليل باسوبالرسك هايبو سباديس اذا اف دي اي هاد همتين يعتبر من نوع بي اذا سيدو فيدرين من نوع كاتوغاريسي اما الليوراتدين من نوع بي سيدو فيدرين راح يسوينا كغاستراشيسس اما الليوراتدين الرسكماته هو هايبو سباديس اما الانسولين انسولين هايبو غلائسي مكدراكسي قل لك عادي الانسولين تطيهمية الدايباتس خلال الحامل عادي ما يسوي مشاكل فالانسولين is the treatment of choice for diabetes يعني عادي تطيهمية هايبو غلائسي مكدراكسي انسولين يقل لك يونيت born to mother هو الدايباتس يقل لك الطفل اللي ينولد استوى من ام كان بيا دايباتس وهو ارتاكن وهي حامل رحتها كانت تاخذ اورال هايبو غلائسيميا فهنا ممكن يطلع اليونيت هما تنساير بها هايبو غلائسيميا يعني ان هي كانت تاخذ ادوية تسوى هايبو غلائسيميا مثل هي مو كانت تعدها ارتفاع بالسكار وتاخذ اورال هايبو غلائسيميا هاذ الاورال هايبو غلائسيميا ممكن تعبر للجنيل هو الجنيل مسكين ما عالي اشى بناخذ هذي الهايبو كتيدمكيه شو رح سووله رح نسووليه? بP ههههه اما الانواع الانصرين الوارفان هؤلنا الانتكوهجلت منضادات للتخ writ انتboxing دا اكم Wise مضاد للتحثر. فهذا الورفاري عندها adverse effects when given during the first trimester. لما نطيب الفرس trimester راح يسوي adverse effect. شنه هي؟ مثل fatal warfarin syndrome. راح يسوينا syndrome. اسمها fatal warfarin syndrome. تمام؟ راح يسوي الهيكزنبل عليها nasal hypoplasia epiphysis stabling bilateral optic trophies various degree of intellectual disability. شنه يعني باعي لكن انا ممكن اتسبب منها مثل الثلثة الاول. راح يسوي لك اول شغلة متلازمة الورفاري الجينية. افيتها الورفارية جيدة. تمام؟ مثل نيش مثل نقص تناسج الانف nasal hypoplasia nasal hypoplasia يعني نقص بتناسج مال الف ماتة. راح يصير راح يصير بعد شنو تنقيض المشاشة. هاي تنقيض المشاشة شو يقصدهم epiphysis stabling epiphysis تذكرون العظمة انا ازال فيها ابيفسيز و متافيسز وبعد dimorphيز العظم العظمة ما تعرفون العظم الطويل كان هي تشي به ابيفسيز و ديفيسيز و متافيسيز فانانا راح يصير الابيفسيز راح يصير به step-long يعني شون اللي اه يذهش شنه هي تشيه بالاتيرال اوبتيك اتروفي اذا اهل هنا العظم راح يصير به اهو بطا اتروفي وهذا شنو بالاتيرال يعني من الجهتيا اه بعد شنو عده رح يصير عندها various degree of intellectual disability انها رح تصير عاقة ذهنية بي various degree عند درجات مختلفة من الشن intellectual disability عاقة ذهنية اما اذا هو adverse effects خلال طبعا هذا الحجب لنا الحجياتة هو first trimester اما ذاتها بال second و third trimester رح يساوها ما تنوبتك اتروفي cataract intellectual disability عادي هادي intellectual disability عاقة ذهنية يعني مشاكل ذهنية رح تصير micro sephaly microthalmia anti-tall and maternal hemorrhage تمام وهذه هماتية مثلا يقل لك 3 الضارة عند اعطائها خلال الثلث الثاني او الثالث من الحمل ضمور العصب البصري اعتام العدسة العين اعتام عدسة العين هذه هي الكاتاراكت تذكرها اعتام عدسة العين رح تصير يعني ما نشوف ظلمة العلاقة ذهنية او كي قلناها صغر الرأس مايكرو سيفالي نعرفوها صغر الرأس وصغر العين اللي هو مايكرو ثالمية مايكرو ثالمية نزيف الجريل والأم فيتال المترنال هماريج اللي بدي ابريغنانسي هذي كاتوغاري اكس و دي اذا ممكن يكون البارفارين كاتوغاري اكس و دي اما عدنا الهيبارين هوا ذهنية كواغولينت هيبارين are used for the management of venus thrombo embolism in ابريغنانسي بابريغنانسي مرحابل قالت انو هي عدها قالت ايش بدريها احنا نبححصها ونشوف انو هي عدها venus thrombo embolism مش رح نطيها رح نطيها الهيبارين because they do not cross the blasenta ليش احنا طينا هي لان نحرف ان الهيبارين ما يعبر اللي blasenta اذا الابدي اذا البارفارين شوفوش قد مشاكله كواما لذلك احنا مو نطيها هايلا احنا نطيها الهيبارين تماما في الابدي ابريغنانسي كاتوغاري لاو مالك لارويت هيبارين الكاتوغاري ما تقلك لاو مالك لارويت هيبارين رح نستخدمه مو الهيبارين عدنا مثل لاو مالك لارويت هيبارين ذكروا lmwh نوعه كاتوغاري كاتوغاريب unfractionated هينبارين عدنا مواتين انفراكشنيتد هيبارين ياما عدنا لاو مالك لارويت هيبارين كاتوغاريب ياما عدنا الانفراكشنيتد هيبارين نحن عدا نوعي من الهيبارين تبا انت الآز مو حد قاري محاضرة الهيبارين ما بيهاشي عاد الحفظة نفس ما هيا اذا حدنا ما قاري انتكو انتي كونفولسنت هاذ الانتكو انفولسنت شنو رح ناخذ بالها الفيتوين انتكو انفولسنت يعني اختلال بالعقل تمام فهي مضادات الها فقللك انه هو الفيتوين والكارباميزابيين دي كاتوغاري دي يعني ذاينه فبوتينت تيراتوجينك هذن كنا قويات ممكن يسببنا التيراتوجينك بوتينت دايقلك انه هو فيتالهايدونايتيون سيدرام ممكن يسببنا متلازمة اسمها فيتالهايدو هيداناتيون سيدرام هي من 5 الى 10 بالمئة تقربا يصير انه كرانيو فاشيالانوماليس تشوهات قحفية واجهية تاخر بالنمو رح يصير ومتالبتاليشم اذا شن هي الاعراض هنا رح يصير لمن واحد حامل اخت انتكو انفولسنت اللي هنا فيتوين والكارباميزابيين اللي هنا نوع دي هنا بها رسكة دي قلنا عليها تيراتوجيني كاذا رح يصير تيراتوجين فيتالهايدونايتيون سيدرام ممكن يسويها تيراتوجين فيتالهايدو هيدانا دانشان سيدرام من الخمسة الى 10 بالمئة رح يصوي شنوه الكرانيو فاشيالانوماليس تيراتوجينيات تيراتوجين ايضا نوع بالنسبة لل تيراتوجينيات ايضا تيراتوجينيات 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 الوبارث ان Hewladhaf khác ممكن يسوي انتهى الأنماليárias تشوهات داخلية شكرا